موسيقى موسيقى طب توقعتكم شهد الكرام أهلا بكم في صوت اليمن وعمع مستجدات اليوم في البيضاء تكبدت ميليشيا الحوثي الإرهابية خسائر فادحة في مواجهة عنيفة خاضتها القوات المسلحة في جبهة الملاجم وفي حجة اندلعت المواجهات في حجور في الساعة الماضية عقب محاولة ميليشيا الحوثي التسلل باتجاه مواقع في محيط جبل القرحة الاستراتيجي ومنيت الميليشيا بخسائر كبيرة في الأرواح عقب المواجهات مع رجال القبائل في الظالع جبهة حمك قصفت المدفعية تابعة القوات المسلحة اليوم مواقع ميليشيا الحوثي واستهدفت عصر اليوم مواقع تمركز الميليشيا في قرية صنع مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحة في صفوف الميليشيا وتدمير آلياتها وجاء قصف الجيش ردا على استهداف الميليشيا بقضائف الهاون للقرى السكنية في منطقة العود وتواصل ميليشيا الحوثي قصف القرى السكنية في المناطق الواقعة بين محافظة أب من اتجاه الشرق ومحافظة الظالع من اتجاه الغرب بما يتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين وتكبدت الميليشيا الحوثية في هجومها الفاشل 13 قتيلا وعشرات الجرحة ووسط فرار جماعي لعناصرها إذن لعوات شعبية تطالب بالعمل الجاد والسريع لتفعيل ملف الأسرى والمعتقلين وتدعو لتوحيد الجهود الوطنية من أجل الإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في استوكهولم خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الأسرى والمعتقلون لدى ميليشيا الحوثي الإرهابية وكذلك الأوضاع الصحية ونفسية التي يمرون بها ويخضعون لمعاملة مذلة منها العمليات التعذيب المستمرة والعزل الإنفرادي علاوة على الإهمال الطبي وغيرها من ظروف الاعتقال ما يتعلق بمساس بالكرامة وهذا يطلب طبعا تحركا شعبيا ورسميا للمطالبة بإطلاق صراح جميع الأسرى دون قيد أو شرط الكل مقابل الكل لمناقشة المشهد السياسي الراهل وقضايا كثيرة على الصعيد المحلي والعربي يسرني أن أستضيف في حلقة اليوم الصحفية في الأهرام والمتخصة في الشؤون العربية السيدة هند الضاوي أرحبك سيدة هند أهلا بحضرتك وكل المشاهدين وأبدأ معك النقاش ولكن بعد فاصل قصير أهلا بكم مجددا مشاهدنا الكرام السلام هو محل تطلع لجميع ابناء الأمة العربية والإسلامية خصوصا بعد الانكسارات التي واجهتها في الفترة الأخيرة من العصر الحديث لكن السلام ربما يتطلب شيئا من الجهد وأحيانا الحرب من أجل إحلال السلام والحسم العسكري ربما هو في مقدمة هذه الحلول التي تطرح في الوقت الرهل سيدة هند إلى أي حد تؤمنين بأن عملية السلام تحتاج إلى قوة وتحتاج إلى حسم عسكري أولا هو تحقيق السلام يأتي نتيجة للتفاوض والجلوس على مائدة مفاوضات يعني يعرف كل من أي من الطرفين حجم وجوده على الأرض وبالتالي يتحقق السلام لا يمكن أن يتحقق السلام بدون أن يكون هناك منتصر وهناك مهزوم ولكن فكرة التقارب في القوة على الواقع تعجز طريق السلام نظرا لأن كل منهم يتحدث من طرف أو من منطلق قوي يرى أن هناك إمكانية أيضا أن يحقق لنفسه النصر ويحصل على أوراق وكروت أكثر قوة على مائدة التفاوض ولذلك لم نجد حتى الآن طريق واضح للسلام في اليمن نظرا لأن لا يوجد في الواقع على أرض الواقع هناك انتصار كامل أو انتصار حاسم لأي من الطرفين سواء كان طرف الحكومة الشرعية أو حتى طرف الحوثيني قبل أن نغل في الملف اليمني بنظرة عامة على وضع الوطن العربي هل الوطن العربي اليوم ضحية التقاسم الدولي على المنطقة والتكارب على المصالح متعلقة بالثروات وأيضا بالممارات البحرية يعني أعتقد أن المجتمع العربي تقص منذ عام 2011 يعني وجدنا أو شاهدنا كثير من الأنظمة العربية يعني سقطت وانتشرت الفوضى في عدد من الدول منها ليبيا منها سوريا منها اليمن على سبيل المثال منها تونس حتى الآن لم تستقر سياسيا حتى لو لم يكن هناك حرب شرسة يعني كما يحدث في ليبيا واليمن ولكن فكرة تقاسم السلطة الحرب في البداية لم تأتي لتقاسم السلطة ولكن جاءت لإضعاف الأنظمة العربية حتى تكون أمام القوى الإسرائيلية هناك دويلات وليس دول بالمعنى الحرفي تستطيع أن تجابه إسرائيل بعد ذلك تدخلت القوى الروسية من هنا بدأت تقاسم على فكرة الغنيمة العربية ولكن قبل التدخل الروسي لم يكن هناك تقاسم للسلطة يعني الاتحاد الأوروبي يمكن أن يختلف فيما بينهم خاصة على الملف الليبي ولكن فكرة أنهم تقاسموا الثروة العربية أو الموارد العربية هم تقاسموها بالفعل ولم يكن ذلك هو منطلق الحرب من البداية ولكن البداية أو حرب 2011 أو ما يسمى بيئة الربيع العبري في المنطقة العربية هو جاء لتقسيم الدول العربية الكبيرة مثلا على سبيل المثال كمصر كسوريا كليمن كليبيا وإسقاط بعض الأنظمة التي وجد فيها الغرب أنها ليست حليفة بالشكل الذي ليست حلفاء مطيعين كما ذكرت كوندليز رايس على الرئيس مبارك تحديدا في مصر فكرة الفوضى التي انتشرت حاليا هي ما دفعت الغرب أو القوى الغربية لمحاولة التحارب بين القوى الغربية على السلطة سواء كان بالشقايل أمريكي أو الاتحاد الأوروبي أو روسيا حين دخلت فكرة أن الاتحاد الأوروبي الآن بدأ ولأول مرة نجد أن الدول الأوروبية في العصر الحديث تتحارب بحروب باردة على الموارد أو على الدول العربية المنقصمة نجد أن إيطاليا وفرنسا هناك حرب شرسة جدا بينهم في الدولة الليبية حتى الآن لا يستطيع القوى الداخلية الليبية توحيد صفهم بسبب تقاسم أجنداتهم أو اختلاف أجنداتهم بين فرنسا وما بين إيطاليا الآن الوضع كثيرا صعب أين وقع حظ اليمن؟ توريا ربما وقعت في نصيب روسيا حتى الآن لم تحسم لصالح روسيا بسبب التواجد التركي بسبب التواجد الأمريكي التواجد الفرنسي التواجد البريطاني أنت تتحدث عن سوريا كأن هناك فقط أمريكا كأطمع لكن هناك قرع تواجد عسكري القوات البريطانية والفرنسية تتواجد في الشمال السوري في الشرق السوري هذا الأمر ليس بسهل ولا يمكن إخراج هذه القوات بسهولة أمريكا علنت انسحبها من الشرق الأوسط لكن قالت أنها تنتظر في التنف أو ستقيم في التنف السورية وستبقى في العراق هذا الأمر صعب كثيرا أنت لا تحرب ميليشيات حتى تستطيع الانتصار عليها أنت تحرب قوة عزمة اليوم أيضا لدينا توجهات جديدة ربما هناك قواء أخرى غير تقليدية دخلت في الصراع هناك إمبراطوريات تريد أن تستعيد ماضيها تريد أن تستعيد حضارتها ربما على حساب الدول العربية الإمبراطورية الفارسية الإمبراطورية العثمانية كل هذه المكونات تريد أن تعود من جديد وعلى حساب الوطن العربي هل هناك شبه تسوية؟ هل هناك إتفاقات سرية تجري من الخلف؟ لأنه كما نلاحظ أن هناك غض للنظر عن حركة التسلح الكبيرة لدى إيران وتركيا فكرة التسلح الإيراني أو حتى التسلح التركي هو لا يأتي إلا برغبة القوى العزمة سواء كانت الأتحاد الأوروبي أو كانت أمريكا فأمريكا تعطي كل دولة من هذه الدول خط أحمر لمساحة التسلح أما بالنسبة لأزمة اليمن الأزمة الحقيقية في اليمن من وجهة نظري ليست في الحرب القائمة فقط ولكن في ارتهان اليمن للقرارات الدولية ونتائج الحرب الإقليمية بين بعض الدول منها الحرب بين دول الخليج أو الأزمة بين دول الخليج وبين إيران فكرة أن نرى النموذج اللبناني في اليمن وأن قرارات اليمن أصبحت ليست في يد أبنائها ولكن في مرتهنة بحروب أخرى وفي دول أخرى هذا الأمر هو ما زاد الوضع تأزيما في اليمن وجعلت اليمن مرتهنة نجد أن هناك اتفاقات وقت ما حدث مناقشات ستوك هولم كان هناك اهتمام دولي جدا بملف اليمن وكان هناك إرادة بريطانية لانتهاء هذه الحرب وقد استغلت بريطانيا في هذه الظروف الأزمة السياسية التي تعرضت للمنك العربية السعودية في مقتل الصحفي جمال خاشقجي ومن جانب آخر استغلت العقوبات الاقتصادية أو الحزمة الثانية من العقوبات الاقتصادية على إيران وبالتالي دغطت على الطرفين للجلوس إلى ستوك هولم والاتفاق على إنهاء هذه الحرب ولكن عاد الأمر من جديد أن هناك تسويف وتراقي من المجتمع الدولي في إنهاء ملف اليمن أو الوصول لحلول مميزة إيران استفادت كثيرا من الحرب في اليمن مررت ملفها النووي أو حصلت على تسوية في شأن الملف النووي استعادت بعض الصدتها المجمدة هناك فوائد كثيرة تحققها إيران من وراء هذه العملية لا أعتقد أن إيران استفادت فيه من الملف اليمني كما خططت يعني الإيران الاتفاق النووي تجمد حتى الاتحاد الأوروبي منذ عدة أيام لوح بأنه سيعيد قراءة أو سيعيد قراءة علاقته مع إيران بسبب ملفين ملف الصواريخ والملف الآخر اللي هي العمليات التي خططت لها إيران في الاتحاد الأوروبي وإيران تنفي ذلك الفكرة أن إيران في هذه المرحلة يعني هي تعلم أنها ربما تكون مستهدفة من أمريكا في مرحلة ما أو في محاولات انسحاب أمريكا من الشرق الأوسط ربما تضغط على إيران ولكن إيران تكيفت إيران منذ أن جاءت ثورة الخميني وهي تتكيف مع العقوبات الاقتصادية نجد أن تركيا قناخل فيها الإيران يعني معظم القضايا التي تورطت فيها تركيا وجعلت أمريكا تغضب عليها هي قضايا اقتصادية متعلقة بالتهريب الخاصة بإيران زي بنك خلق على سبيل المثال زي ذهب فونزويلا يعني إيران لا أعتقد أنها تتأثر بالعقوبات الاقتصادية أصلا من الأساس وبالتالي هي ما زالت تستطيع أن تدخل دول عربية من خلال يعني مش عايزة أقول مصطلحة طائفية ولكن من خلال المذهب الخاص بها ولكن فكرة أن إيران تضعف في هذه المرحلة أم تستفيد لإيران في مرحلة ربما حرجة لأن وجودها في سوريا مهدد من وقت الآخر لأن هناك اتفاق ما بين القوى العربية التي عادت إلى سوريا وما بين التركيا وما بين روسيا حتى تحديدا الجميع يريد محاولة إخراج إيران من هذه المنطقة ما الذي يجمع تركيا وإيران؟ يعني الدولتين سواء كانت تركيا وإيران هي دول براغماتية هي تقوم على المصلحة والمنفعة تعلم أنها أقلية في مواصل تركيا تدعم الأخوان وإيران تدعم الشيعة وهم على تناقض على تناقض كامل في المذهبية ولكن في المصلح هم على توافق هذا ما يجب أن يفهمه بعض المغفلين في الوطن العربي الذين يعتقدون أن هذه الدول تعمل وفق الأجندات الطائفية لا هذه الدول لا تعمل الأجندات الطائفية والطائفية أيضا هي اختراع حتى الإسلام لا أعتقد أن هناك سنة وشيعة هناك إسلام نعلم وتعلمنا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أقتنع بالطائفية وحتى أكفل للآخر الحق في اعتناق ما يشاء ولكن الفكرة أن لا أتضرر من هذا الاعتناق في داخل مجتمعي فكرة أن إيران تركيا هي الدولة التي دمرت سوريا بالحرف الواحد ونجد في نفس الوقت أن إيران هي الدولة التي دعمت سوريا في الحرب وحتى الآن يلتقي في أستانا هناك علاقات اقتصادية وتبدل تجاري ما بين إيران وبين تركيا لا يحدث بين أي دولتين في منطقة الشرق الأوسط هذا الأمر يؤكد لنا أن هذه الدول تعمل وفقا لمصالح دولها حتى وليس مصالح مذهبية أو مصالح دينية الدولتين يتنافسان على حتى موقع إقليمي هناك أوجه منافسة بينهم ولكن يتفقان على العرب هذا ما يربط ما بين تركيا وما بين إيران كما قلت حتى في سوريا كيف للسوريين أن يثقوا في إيران إلى هذا الحد وهي تعمل مع تركيا ولكن في نفس الوقت تركيا هي القناة الخلفية لإيران حتى تستطيع أن تقوم بعلاقات اقتصادية أو بمعاملات اقتصادية بعيدة عن عيون المجتمع الدولي نجد أن أمريكا أو البيت الأبيع تتحدث عن أن ذهب فونزويلا يذهب لتركيا لختمه وإعادته ولكن يهرب لإيران فهناك علاقات متشابكة في الوطن العربي أو في الشرق الأوسط عشان يكون المصطلح أشمل ولكن فكرة أن إيران وتركيا أنا أعتقد من وجهة مزرية أن التفريس والتترك خريطة التحالفات الدولية في المنطقة هل تغيرت وفقا للصراعات الجارية حاليا أم أن الصراعات وردت نتيجة للتحالفات الجديدة لا أعتقد أن المرحلة القادمة في الوطن العربي أو في الشرق الأوسط تتغير أو خريطة التحالفات في منطقة الشرق الأوسط تتغير كثيرا نتيجة الانسحاب الأمريكي الذي قرره ترامب ينئذ فجأة أنه سيذهب إلى أسيا وسيترك الشرق الأوسط بما فيه ولن يحتفظ إلا بقواعد بسيطة في منطقة الشرق الأوسط ولن يدخل في مزيد من الحروب أعتقد أن قرار ترامب هو قرار منطقي جدا لأنه أصبحت لا جدوى من الحروب في منطقة الشرق الأوسط معظم المناطق المشتعلة فيها بؤر الصراع أصبح لا يوجد لها ممولين يعني فكرة التسليح وإعادة التسليح انتهت أمريكا وحققت مصالح ومليارات كثيرة وبدأت أمريكا تنظر للصين كمنافس قوي في الاقتصاد وتريد أن تقرر النموذج الصيني لديها وأن تصبح قوة عزمة اقتصادية وليس قوة سياسية وعسكرية ولكن الأخطر في هذه المرحلة أن الاتحاد الأوروبي يعاني من أزمات اقتصادية متتالية نجد أن ما يحدث في إيطاليا وأزمة الاتحاد الأوروبي مع الملفات الاقتصادية وعدم إقرار الموازنة التي أقرار الاتحاد الأوروبي نجد أن الأزمة الاقتصادية أيضا في اليونان في أوبروس في إسبانيا هذا كله سيدفع للأسف الكوة الاستعمارية التقليدية الكلاسيكية القديمة للعودة مجددا للشرق الأوسط ظهرت بوادر هذا الاستعمار من جديد في ليبيا نجد أن إيطاليا بين فرنسا وإيطاليا حرب شعناء في ليبيا ونتيجة ذلك أن حتى الآن لن يستطيع أطراف الصراع في ليبيا ليس أطراف الصراع نجد حكومات متعددة برلمانات متعددة قوات مسلحة وميليشيات متعددة عدم استطاعتهم التوفيق أو التوحيد حتى الآن على هدف واحد هو الصراع الإيطالي الفرنسي في ليبيا ولكن فكرة أن المشهد الليبي تجمت فجأة وكذلك المشهد اليمني تجمت فجأة بعد أن وجدنا أن هناك انتخابات يعدلها في ليبيا هناك حديث عن ملف سلام سيتحقق في اليمن هذا كله بسبب اشتعال منطقة شمال شرق سوريا وتصارع القوى العظمى والانسحاب الأمريكي فكرة هل سيتحقق السلام من عدمه في هذه المناطق وخاصة اليمن لأننا نتحدث الآن عن اليمن هذا أيضا سيتوقف على مصالح القوى الغربية انسحاب أمريكا من المنطقة هل سيؤدي إلى إحلال السلام؟ لن يؤدي إلى إحلال السلام لأن هناك قوى بديلة ستأتي إلى الشرق الأوسط هذه القوى الغربية يعني فكرة أن تعاني فقط من تواجد أمريكي أم تعاني من فرنسي ومن إيطالي ومن أسباني هذا الأمر يعني قوى جديدة تريد أن تثبت نفسها تثبت نفسها وتعود بقواتها الاستعمارية من جديد ليس الاستعمار العسكري وحنين أيضا إلى الماضي كانت هذه الدولة لديها سطوة ولديها نفوذ في المنطقة إذا شهدنا منذ عام 2011 نجد أن الدولة التي تآمرت على مصر لمحاولة إسقاط مصر هي بريطانيا وفرنسا أو بريطانيا بشكل عام هي الدولة التي استعمرت مصر في فترة معينة من الزمن نجد أن من تآمر على سوريا فرنسا هي الدولة المستعمرة وكذلك تونس فهذه القوى لن تترك مستعمرتها ولكن الحل الوحيد أن يكون هناك قوى أو أنظمة عربية بريطانيا كانت في اليمن في اليمن أيضا ولذلك حتى الخطة التي قدمت في مجلس الأمن وبدأ يعمل عليها جريفيس هي خطة بريطانية فكرة كيف مواجهت ذلك قوة عادت الانتشار الانتشار في الحديدة أنا لا أرحب بتواجد القوى الغربية في أي منطقة سبعين مراقبة مدنيا أو 75 تساؤل المنطقي في هذا الأمر ماذا سيفعل سبعين هي مقدمة أنا أعتقد أنها مقدمة ولكن فكرة أن يتواجد قوى غربية في اليمن لا أعتقد أفغانستان يوجد بها الناتو منذ 17 عام العراق يوجد فيها قوى أجنبية لا تدخل القوى الأجنبية في لبنان ولكن في لبنان الفرق يعني اليونيفيل في لبنان وحتى مثلا في وقت معين كانت ما بين سيناء ومصر في فرق أن تكون هناك حرب بين دولتين وتوجد قوات حفظ سلام ما بين الدولتين وأن يكون الصراع داخلي الصراع داخلي معنى ذلك أن هناك قوى ثالثة تحكم داخل الدولة وليس تراقب الحرب يعني مهمة هذه القوات هو عزل المصالح الدولية عن والتحكم في المصالح الداخلية يعني هي القوى التي تدخل يعني حماية المصالح الدولية وترويد أيضا القوى الداخلية لخدمة المصالح الخارجية والصراع أساسا هو الذي يروض القوى الداخلية يجعلها تتصارع فيما بينها ويغذو نيران الفتنة فيما بينها أنا مقتنع بشيء أن القوى الغربية حين تكرر أن تقصف أو توقف أو يعني تحاول أنها تضع أي قوى مهما كانت مهما أي نظام في العالم عند حده وأن تريد أن تكثر يعني أنيابه كما يقولون أنها تستطيع ولو أردت القوى الغربية من البداية عدم يعني دخول اليمن في سراع بهذه الطريقة لا أردت ولكنها ترغب في السراع لخدمة المصالح قرار إنهاء الحرب ليس محليا ولا عربيا برأيك لا ليس محليا ولا يعني لو كانت استطاعت أي من القوى العربية في اليمن أو حتى في ليبيا حسم المعركة انتهت الأزمات من زمان وكان هناك مراحل سلام نعيش فيها الآن ولكن فكرة انطلاق الحرب وإنهاء الحرب هي في يد القوى العزمة القوى الغربية ويراد لها الاستمرار حاليا يراد لها الاستمرار في بعض الملفات يعني هم الآن فكرة تعادة توزيع الترطة العربية ما بين القوى العزمة قبل الخروج الأمريكي وكيفية تقسيم وأنا أرى أن من يمنح ومن يهب ومن يعني يعطي حاليا هذه الخريطة هي الولايات المتحدة الأمريكية بعيدا عن نظريات المؤامرة ربما احنا موهمين في الدول العربية بنظريات المؤامرة وانه احنا مستهدفين لأنه ديننا والقصص هذه بالأخير هناك شيء أكبر يجمع العالم كله هي المصالح نعم بالتأكيد المصالح هي من تحرك العالم يعني الحروب تظهر في يعني يعني ما نسمعه اليوم شعارات خمينية الآن تقخم في المعركة يعني فكرة الشعارات الخمينية الشعارات السلفية الإخوانية يعني في النهاية كل هذه الجماعات واتئيفر باختلاف مذاهبها باختراف أيديلوجيتها هي جماعات في النهاية بتخدم الاقتصاد الحرب تقوم من أجل الاقتصاد نظر أن الحرب السورية بدأت يعني اشتعلت من أجل الغاز الغاز فقط في سوريا هنا أصبحت سوريا لديها أو أعلنت سوريا الشركة الكندية في سوريا عن أن سوريا لديها أبار يعني ستغير خريطة العلم من الغاز أصبح ذلك يؤثر على خط نابكو الخاص بتركيا فدخلت الحرب وسقطت أو سقطت إلى حد كبير سوريا في بؤرة الحرب وفي أزمات متتالية فالاقتصاد هو حتى من يحرك الحرب والاقتصاد قائم على المصار ما دمر في سوريا لن يعوض بسهولة يعوض مش بسهولة طبعا أنت بتتكلم ولا في وقت قصير ولا وقت قصير لأن الحرب قدت على الإنسانية في سوريا القصة ليست في المباني التي حطمت ولا المصانع ولكن فكرة أن تسير في الشارع وأنا زهبت إلى سوريا مرارا وتكرارا فيه ظروف الحرب وشهدت بعيني فكرة أنك قتلت براءة الإنسان أو قتلت الإنسانية لدى الشخص أن يجد كل يوم الأطفال والنساء وحتى الرجال القصف يوميا والقتل لا يوجد الآن أسرة واحدة في سوريا لم يسقط منها شهدين وثلاثة على الأقل هذا كله ستعالب أسارهم ولديها مشردين أيضا بالطبع مع وقين أيضا يعني لهم كثير من ضحايا الحرب ربنا يساعدهم لو أخذنا كمتخصصة في الشأن السوري ومتعمقة في هذا الشأن سوريا كنموذج في تجربة الحوار والمفاوضات هل استطاعت الأمم المتحدة أن تقدم السلام لسوريا الأمم المتحدة أعتقد أن عدد جلسات جينيف وصل للمفاوضات وصل إلى تسع مفاوضات أو ثماني جلسات جينيف أو تسعة لم تحقق يعني خطوة واحدة يمكن أن يتم البناء عليها في طريق السلام وليس السلام يعني حتى ما حدث تحدث من 2011 حتى الآن حتى الآن يعني كل حتى نتائج الحرب يعني كيف يعني حين تدخلت بتحديد روسيا في سبتمبر عام 2015 بدأت معركة حلب وحسيمات لصالح الدولة السورية والجيش العربي السوري وبعد ذلك بدأت وينشهادنا الزهاب لأستانا وبدأت روسيا تتعامل مع المسلحين شخصيا وشوفنا عن لوش ومقدرة التفاوض وبدأت سياسة مناطق قفض التصعيد من هذه المرحلة استعادت سوريا سيطرتها على أكثر من 85% من السورية الجغرافية السورية ولكن الأزمة الحقيقية التي تعاني منها سوريا لا أعتقد الميليشيات أصبحت بالقوة التي كانت عليها ولا حتى بنصفها ولا بربعها ولكن الأزمة الحقيقية التي تعاني منها سوريا هي أزمة الشمال والأكراد ومحاولات التقسيم والانفصال على شكل عرقي أكثر ما هو ديني فهذه الأزمة أعتقد أنها ستستمر لمرحلة طويلة نظرا لأن هناك عدد كبير جدا جدا من المحاربين أو من المسلحين الإرهابيين في سوريا هم أجانب والمجتمع الغربي يرفض حتى الآن أن يأخذ هؤلاء أو يعيد هؤلاء إلى بلدانهم في الاتحاد الأوروبي ولذلك يريدون نرى أن معركة إدلب إدلب هي المنطقة التجمع الأكبر للبؤر الإرهابية داخل سوريا نجد حتى الآن أن هناك عشرات الألاف من الأجانب الأوروبيين تحديدا من أبناء داعش وزوجتهم وأولادهم مصير هؤلاء هو ما يحسب الحرب في سوريا لأن فكرة أن هؤلاء سيعودوا على الاتحاد الأوروبي هو ما يجعل الاتحاد الأوروبي حتى الآن يعرقل طريق إنهاء الحرب وإسلام الحرب حتى الآن حتى أن تحسم هذه المعركة يتم قصف إدلب بكل ما فيها من جماعات إرهابية لأن الغرب لن يسمح بعودة هؤلاء بكل ما شاهدوه في الحرب وتدربوا عليه إلى بلدانهم ليحطم الاتحاد الأوروبي يعني الاتحاد الأوروبي لا يسمح بالعودة لأنه يعاني أشبه بقنبلة موقوطة بالفعل ويردون العودة للانتقام حتى من أنظمة بلادهم ولذلك لا أعتقد أن الحرب في سوريا ستحسم بسهولة خاصة مع تواجد الإرهابيين وتواجد القوى العسكرية لبعض البلدان على سبيل المثال بريطاني المتفائلون في اليمن يعتقدون بأن الأمم المتحدة تقود عملية تسوية سياسية لازلنا في مرحلة بناء الثقة طبعا سبق ذلك مفاوضات ومشاورات في الكويت استمرت أكثر من مئة يوم كان هناك أيضا مفاوضات في جنيف وفي بيل وفي غيرها حتى بعض العواصم العربية ولو بشكل غير رسمي لكن نتحدث عن تجارب سابقة اليوم نتحدث عن تجربة السويد ومرحلة بناء الثقة كان هناك إصرار من الجانب الحكومي على تزمين الاتفاق نعم تحدد 21 يوم للانسحاب ثم ملف الأسرار إلى آخر ذلك حتى الآن عمليا تجاوزنا هذه المدد لم ينفذ شيء ما الرسالة التي يجب أن تصل إلى الطرف الحكومي تحديدا وإلى اليمنيين عموما يعني هي فكرة أن نعلق أمال السلام على الأمم المتحدة يعني أنا منذ أن عملت في هذا الشأن أو في هذا التخصص وقرأت حتى عن تاريخ الأمم المتحدة من قبل من كانت عصبة الأمم لم أجد ملف سياسي واحد قامت هذه المنظمة بحسمي سواء كان سلبا أو إجابا هي دائما يعني تترك الأمور معلقة إلى أن تحسم من القوى العظمة فكرة ليست هيئة مستقلة ليست هيئة مستقلة وتصيد عليها القوى العظمة ويتم تعيني المبعوثين الأمميين وفقا لاختيار الدول المسيطرة على هذه البلد التي تعاني من الحرب وبالتالي فكرة أن نعلق الأمال على هذه المنظمة هو يعني شيء أو ضرب من اليأس لكن فكرة أن القوى العظمة تقرر إنهاء حرب اليمن وليس الأمم المتحدة إنهاء حرب اليمن أعتقد في المرحلة الحالية هو من تعاطي المبعوث الأممي مع ملف الصراع في اليمن أو ملف الحرب في اليمن أجد أن هناك محاولات ارتخاء على الجانبين يعني الأمم المتحدة حين تطلق قطة ما أو بشروع ما إحلال السلام في اليمن ماذا عن أو ماذا إذا لم يلتزم أحد الأطراف بهذه الخطة ماذا ستفعل الأمم المتحدة ما هي الضمانات التي توفرت لتنفيذ ما لم أجد ضمانات ومجلس الأمن يعني لا يعني حين قرر مجلس الأمن الدخول إلى ليبيا وأسقاط معمر القذافي لم يأخذ الأمر ست ساعات في مجلس الأمن وتدخل وأسقاطه النظام وقتلوا من نص الجيش الليبي هذا الأمر يعني يمكن أن يتقرر في أي دولة إذن المجلس الأمن قادر على حسم أي معرك ولكن فكرة يريد يعني ولا لا يريد ولذلك أعتقد أن هناك محاولة أو هناك يعني قرار من داخل القوى العظمى تحت الأوروبي وأمريكا أن ملف اليمن يظل معلق في المرحلة الحالية والضغط من خلال ملفات الحالات الإنسانية أو وضع حقوق الإنسان داخل اليمن وأزمة الغزاء وأزمة الدواء فكرة لماذا يتعامل أو البعض يتساءل لماذا يتعامل مجلس الأمن أو الأمم المتحدة مع القوتيين بهذه الطريقة رغم رفضهم لإيران دائما الأمم المتحدة والقوى الغربية تترك لإيران منفذ ما تستطيع أن تتنفس منه فهذا الأمر أعتقد أنه سيستمر على ذكر المنافذ نتحدث أيضا عن وضع اليمن مختلف كثيرا عن وضع سوريا يعني سوريا ربما وضعها مختلف أفضل في جوانب كثيرة طيب إذن الحكومة لديها من أوراق الضغط ما يكفيها لإدارة التفاوض في العصمة الأردنية عمان في ظل أن الحوتين يعيشون تشردما وتشتتا في أوصاتهم تابعا على تقلير ومن ثم نعود للنقاش بإنجاز هذا الاتفاق والعمل على تحمل مسؤوليات العملياتية مثل أعلان خريطة طريق عملية تبادل الأسرى والمختطفين بين طرفي الصراع في اليمن ضمن خطوات بناء الثقة بين الحكومة والميليشيات الحوثية للجلوس على طاولة الحوار ورغم التفاؤل الشعبي على إنجاز هذا الملف الإنساني المهم خلال شهر ونصف إلا أن الملف لم يخلو من العراقي للحوثية خصوصا وأن قائمة الأسماء التي تم تقدمها تضمنت مقاتلين حوثيين ويرى عدد من الناشطين والحقوقيين أن اتفاقية تبادل الأسرى والمعتقلين تحوي ظلما كبيرا خصوصا وأن أغلب المعتقلين لدى الحوثيين هم من الذين رفضوا الانضمام لصفوفها والقتال معها وبحسب مراقبين فأن أطلاق صراح المعتقلين والمختطفين سيضع حدا للمأساة الإنسانية كغضية حقوقية أرهقت أبناء الوطن منذ اندلاع الأزمة وإنجاز الملف يأتي ظن أولويات بناء الثقة بين الأطراف والتي ستمهد لاحقا لحل حالة ملفات أخرى في الأزمة اليمنية وها هي العاصمة الأردنية عمان تحتضن مجددا اجتماعة لجنة الأسرى والمعتقلين بين الحكومة وميليشيات الحوثي برعاية الأمم المتحدة غير أن الميليشيات تحاول التلاعب وتقترح الإفراج على مئتي اسم كل طرف حيث سيكون الأولويات بحسب مراقبين للأسرى والمعتقلين المنتمين لسلالتها الطائفية في المقابل أقوبل هذا المقترح برفض قاطع من قبل وفد الحكومة الذي اعتبروا تجزئة لاتفاق السويد مطالبا بالإفراج عن جميع المعتقلين المعترف بهم من قبل جميع الأطراف الذين شملتهم القائمة تحت قاعدة الكل مقابل الكل يأتي هذا في وقت طلب في مجلسى الأمن الدولي مجددا أطراف الصراع في اليمن بسرعة حالة الملف الإنساني المتمثل بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين باعتبار لا يحتمل التأخير أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام لا شك ملف الأسرى هو أحد الضمانات أو أحد مؤشرات حسن النية إذا ما تم التوافق عليها وتنفيذها بسلاسة فلا شك أن بقية الملفات ستسير بحدوء يعني نتحدث اليوم عن خمستاشر ألف أسير لدى الطرفين طرفين خمستاشر ألف قتل ليس في السهولة لكن هناك فارق أنه هناك من يعتقل من منزله أو من مكتبه وبين من يعتقل في ساحة القتال نعم اليوم مطلوب من المنظمات الدولية أن تكون أكثر جدية لصالح من تنفيذ إتفاق الأسرى ولكن هي فكرة التساؤل هل نحن حين نفعل إتفاق تبادل الأسرى هل سنبحث عن كل شخص من الطرفين وأين تم أخذه وأين تم ما أعتقاله هي فكرة أن تصفية النية وتخطي أو الكل مقابل الكل حتى تذهب للخطوة التي بعد ذلك يعني الآن نحن نتحدث ما بين طرفين في الصراع هو طرف الحكومة وطرف الحوثيين ولكن أنا أرى أن الأكثر ضرراً هو الشعب اليمني هناك أزمة هناك ناس لا يستطيعون الحصول على العيش الكريم مش عيش الكريم حتى مقاومة الحياة المبدئية يعني يجب أن يتحمل الطرفين يعني مسؤولية هؤلاء هذا الدفع الأقوى الآن لإنهاء ملف اليمن وإنهاء الصراع وإنهاء الحرب حتى يعود يعني اليمن بأبسط قواعد الحياة التي كانت تتوفر قبل عام 2011 إذا لم يتعامل الطرفين بهذا المنطلق وأن يكون الشعب اليمني هو الأهم في هذه المرحلة من المصالح الشخصية ومن يخرج منتصر ومن يخرج مهزوم أعتقد أن الشعب اليمني لن يرحم أحد وستكون هناك موجة أخرى من الاضطرابات لن يستطيع الطرفين على مواجهتها أو حتى تهدئاتها في المرحلة المقبلة في 2011 كان هناك ما يسمى الربيع العربي عبري العبري أو العربي يعني في اليمن ربما البعض يحاول أنه يعيد الاحتفال بهذه النكب مجددا يعني برأيك إلى أي حد أنه استقرت البلدات العربية أو حققت الآمال والطموحات العريضة التي كانت ترفع الشعرات لم تحقق ولم تحقق لأن فكرة الخروج يعني في مظاهرات احتجاجية هذا أمر مقبول ولكن فكرة رفع السلاح وتدمير الدولة ومقدرات الدولة وإسقاط الأنظمة بالعنف العنف لا يأتي إلا بالعنف وبالتالي فكرة أن أنا لا أريد أن أتهم كل من خرج في 2011 أنه ممول ولكن هناك رموز ممولة نعلم جميعا سواء كان في اليمن نرى إحدى الشخصيات التي حازت على جائزة نوبل ونجد أيضا في مصر أن هناك يتعامل مع الكوى الغربية ويأخذ التمويل ويوزع تسجيلات صوتية الجميع سمعها ولكن فكرة أن هناك أيضا كثير من الشعوب العربية خرجت في هذه الاحتجاجات والمظاهرات في عام 2011 وكان لها مطالب مشروعة ولكن للأسف كان حق يرد به بطل القوى الغربية أو المنظمات الحقوقية ما بين قصين من يحتفلون اليوم وقد تبين الغير لا أعتقد أن عاقل حتى الآن بيحتفل بما حدث في عام 2011 فأي دولة وليس في اليمن نحن مثلا في اليمن نتج عنها مشروع حوثي نتج عنها حرب نتج عنها طائفية اليمن دائما كانت تعرف بالاعتدال حتى في المزاهب الشعية كنا نجد المذهب الزيدي هو مذهب معتدل جدا يسمى شيعة السنة وسنة الشيعة يعني أنا أنا بقولك أنا عندي يعني وجهة نظر في موضوع المزاهب أن أنا ما عنديش لا سنة ولا الشيعة أنا بشايف أن المسلم نجد يكون مخلص بيور ملوش علاقة بالكلام ولكن أنا تعامل مع الوضع الراهن يعني بما أن تقسمنا ما بين حتى الشيعة والسنة لا يعانون من المذهبية ولا الطائفية فكرة ادخالها في نفس السيناريو اللبناني يعني هي في النهاية حرب إقليمية أشعلتها الدول الغربية ففكرة أن الدين هو أنا من وجهة نظري أن الدين في العالم السياسي يستخدم فقط للتحشيد يعني أنه ماك هو مثلا شعية أو قوة سنية تستخدم شعارات دينية زي الإخوان المسلمين على سبيل المثال زي مثلا الحوثيين في اليمن هما بيستغلوا الدين لتحشيد الشعوب وطبعا اللي ساعدهم على ده وده مسؤول عنه الأنظمة السابقة أن الشعب العربية هي تعاني من فقر في الثقافة الشعب يعني ولذلك هو الأزمة التي جعلت أن الكوى الإسلامية يعني تجد وضعها أو تجد نفسها في المقدمة بعد عام 2011 سواء كانت شعية أو سنية هو ضعف الثقافة في هذه المجتمعات هناك يعني إذا كان الشخص يعني نال ما يستحق من الثقافة هو الفكر والتنوير لا يمكن أن تأتي إليه برجل رجعي ويقنعه أن حين يقتل نفسه أو يذهب في حرب يعني حمقاء كما نرى أنه سيدخل الجنة ويحصل على الحر العين جوه يعني هذا الأمر أعتقد أن هذه مسؤولية الأنظمة السابقة بكل يعني اختلافاتها في دول العربية أن القوى الإسلامية وجدت نفسها سواء كانت بشقايها الشيوي والسني في المنطقة العربية وأدت للتراجع بهذا الشكل في مستوى الدول سواء كانت الاقتصاد السياسي الأمني العسكري بسبب أن ضعف الثقافة في هذه المجتمعات وبالتالي أنا من وجهة نظري أن هذه القوى لا يمكن حسمي معركة معها بي السلاح أو بالعسكرة فقط ولكن فكرة التنوير تصطيف المجتمع أن المجتمع يعني نجد أن في فرنسا على سبيل المثال السطرات الصفراء وتخرج وحتى كان هناك أعمال جزء من أعمال العنف ولكن على المدى البعيد يعني هؤلاء لا يتعرضون لخطر خطر حقيقي هو خطر الحرب يعني القتل على الهوية هذا الأمر مرعب وشهدناه في السنوات من مئات السنين مثلا فكرة الحشاشون أو مذهبات فكرة الطائفة الحشاشية اللي هو خرج منها القعدة بيرنرد لويس اللي هو المفكر اليهودي الألماني الأمريكي هو لما بدأ يفكر في الحروب البديلة الأمريكية أن إزاي أمريكا تخزو الشرق الأوسط بدون دخول حروب مسلحة أن ناس يعني الجيوش الأجنبين تخش بنفسها فكرة بديلة عن الاستعمار لاجأ لاستنزاخ فكرة الحشاشون في القعدة في طالبان بقى في الجماعات كل جماعات المسلح دي حرب جديدة لأن أجندة هؤلاء إذا ركزنا في طريقة التعامل أو يعني ما يحققه على الأرض هو يصب يعني بحتا في مصلحة القوى الغربية ما فعله الاستعمار قديما يعني لم يصل لمستوى القهر والضرر الذي وصل إليه المجتمع أو الدول العربية من هذه الجماعات ما تسمي بالشياطين السياسة هم دخلوا من النوافذ الديمقراطية دخلوا من باب التظاهرات دخلوا من باب حرية الرأي وحرية الصحفة إلى آخر ذلك وعندما تمكنوا يعني نتحدث عن اليمن أصبح الآن حتى الاختلاط في الأماكن العامة في الكافيهات أصبح ممنوع في اليمن في اليمن نعم أصبح كان لدينا سبع صحف يومية أصبحت ربما صحيفة أو صحيفتهم فقط لها غير كان لنا حالي أكثر من 37 إلى 40 صحيفة سبوعية كانت تصدر بانتظام الآن ممكن خمس والله هو فكرة أن أنا من وجهة نظري ما فيش مقرنة عموما ما بين أي دولة عربية عانت من مظاهرات الرباية العربية ما بين المرحلة التي تعيشها حاليا وما بين قبل 2010 أو 2011 ولكن هي فكرة الديمقراطية والحرية أنا من وجهة نظر هي مصطلحات مطاطة لا تنافس في الدول التي تستخدمها أو التي أطلقتها كأماركا على سبيل المثال نجد أن إحدى مرسلين الصحف العالمية في إحدى المؤتمرات الصحفية لترامب دونالد ترامب اللي هي مدعية الديمقراطية لولايات المتحدة الأمريكية في العالم حين سأل سؤال للرئيس ترامب أو كتب عنه مقال سابق لم يعنجب ترامب قام بطردي من المؤتمر قال محكمة في نفسه اليوم حكمت له بالعودة ترامب هذا حالة منفردة ولكن خرج من دولة تعتبر نفسها هي الوصية الكبيرة على العالم في مسجد الديمقراطية لدينا اليوم فكرة أفكار تنافس الديمقراطية لجماعات تدعي عندما تم الحديث عن الديمقراطية تدعي أنها تعمل وفقا للدستور وللقانون تحدث عن فكرة الولاية وفكرة الحق الإلهي في الحكم لا فكرة الحق الإلهي في الحكم هو يحكم بنفسه في بيته ما يحكمني في المجتمع هذه الفكرة غير مقبولة ضد الوصية الإسلامية ربنا سبحانه وتعالى قال سيدنا محمد وإن كنت فضى غليزة القلب لن تفضل من حولك وما محمد إلا رسول هي فكرة أن حتى ربنا سبحانه وتعالى ما داش الولاية المطلقة لسيدنا محمد وإلا كان رفعوا لدرجات الألوهية فكرة تقديس الأشخاص وأيضا أنا أعتقد أنه تقديم أو تصغير لدور رسول صلى الله عليه وسلم في أنه هذا الرجل يحاول تصويره أنه كان عصبي وقبلي ومتعصب لقبيلته أو متعصب لعترته يعني فكرة الإسرائيليات فكرة الإسرائيليات التي دخلت في الدين الإسلامي وتم يعني أنا عندي تحفص شوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم السنة اللي مات فيها بدأت تدون الأحاديث والأقويل عن الرسول بعدها بمئة وثلاثين سنة مئة وثلاثين سنة أنت اعتمدت على ذاكرة العرب في التدويل أو التأويل يعني هو مئة وثلاثين سنة بعد وفاة الرسول بدأوا يكتبوا الحديث بدأوا يفتكروا أنا دلوقتي شاهدت بأم عيني دول الصورات الربيع العربي وما فيش حاجة شفتها كتبت صح فأحاصق في مئة وثلاثين سنة ولما خرج يكتبوا لنا الأحاديث خرجوا كلهم من أسيا يعني هذا هذا المنطق أنا لا أعتقد فيه ولا أعتمد وخاصة أن هناك أحاديث يعني تختلف تماما مع القرآن الكريم لا يمكن لا ما كان محمدين أبقى أحد من رجالكم في حين يدعي هؤلاء أنهم أبناء النبي وهناك أيضا يعني فكرة أن ولا حكمة ولا موادي وأنا كمواطنة أنا مسلمة مش مسلمة مобыزة مسيحية يهودية درزية وجهة ديانتي أنا حرة في ديانتي بيني وبين ربي مش مفروض أنها تفرد على المجتمع المجتمع ده مفروض أو الدولة عشان كده بنقول الدولة العلمانية هما بيعتبروا العلمانية كفرة العلمانية مش كفرة العلمانية هي فصل للدين عن الدولة العلمانية من الإسلام وما يشاء فاليؤمن ومن شعب يكفر فهذه الفكرة برضو لديك مذهب ديني سواء كنت سني وشعنا ما بخصش حد بالحديث ولكن أنت لديك مذهب فأنت حر فيه ولكن لا يفرد على الدولة الدولة كيان الدولة في النهاية مش بشر الدولة دي نظام إداري يجب أن لا تلجأ لأحد أو لا تكون مرهونة لأي مذهب يعني العالم اختلف والدنيا تغيرت يعني نجد أيضا أن في مرحلة معينة كل القبائع أو كل المذاهب المسيحية تصرعت وتحربت وسقط الضحايا ولكن وصلوا لمرحلة من التسامح وإخراج الدين من الدولة وإخراج الكنيسة من الدور السياسي وبالتالي وجدنا أن هذه الأمم ترتقي وتصل لمستوى كبير وتتحكم فينا وتتقرب فينا كل ما حدث إليها من صراعات مذهبية ونتهم أيضا وأصبحنا متهمين كمسلمين بأننا نصدر الإرهاب للعالم فهذه الفكرة فكرة الدين وفرض الدين أو الولاية أنا ضد فكرة الولاية وضد حتى فكرة تقديس رجال الدين يعني على كل المذاهب يعني فكرة أن الشيخ في المسجد أهله واحترامه كرجل كبير وعالم في مجاله ولكن فكرة التقديس أو الولاية دي من الكفر يعني فكرة التعبيد وأن الشخص ياخد صفات من الولاية وأن هو بيتوصل مع الرب ويجيب لي الرسالة أنا أرفضها في كل المذاهب ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز خاطب دائما أولي الألباب هي أيضا إهانة للعقل البشري طبعا ربنا سبحانه وتعالى دائما أفل تتفكرون ويخطب دول الألباب معنى كده أنه يحسني على تحديث يعني تشغيل عقلي وأننا يعني كشخص سياسيا هل يمكن لجماعة تعتقد بفكرة الولاية والحق الإلهي في الحكم أن تقبل بالآخر يعني مهما ظهرت لنا في أثواب للأمان أن الوطن العربي في أزمة سياسية متعددة وملونة أن فكرة الإشراك يعني فكرة تدويل الحكم وفكرة المشاركة المنفتحة على الجميع وفكرة الجماعة التي لا تؤمن بالتعددية هي فكرة الحزب الواحد الأوحد اللي لا يوجد أنظمة سياسية في نفس مستوى في الدولة هي فكرة الإحتكار سواء كان اقتصادي أو سياسي أو ديني هذه الفكرة غير مقبولة ولا تأتي بمجتمعات محترمة يعني في أمريكا مثلا نجد هم حزبين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي ولكن الحزبين قادرين على إعطاء صورة متكملة عن تدول الحكم وطريقة إدارة الدولة نجد أن هناك من الجمهوريين ما يندمج مع الديمقراطيين في مشاريع ضد ترامب هذه فكرة الديمقراطية بعيدا عن النواية هي برامج الديمقراطية برامج الديمقراطية وهناك يعني أن الجميع مهما اختلفنا في السياسات واختلفنا حتى في الأشياء الشخصية وممكن أكون أنت من حزب وأنا من حزب وما بنحبش بعض ولكن لا نختلف على مصلحة الدولة نحب بلدنا نقوم نقدم من أجلها مشاريع وأفكار تطور في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هناك دولة وليها بلان حتى أكبر متخصصين في الدولة جيل ديمقراطيين جيل يمين جيل يسار جيل وسط هو بيمشي على نفسه وعنده الأهداف اللي يحققها ممكن فكرة بس إبداعه أو فكرة اللي هو اللي تعتش بتاعه أنه يغير الخطة ولكن الهدف لازم يتحقق إحنا لو وصلنا للمرحلة دي في الوطن العربي أن الدولة هي الأساس مهما اختلفنا وأن الجميع من حق والمشاركة في هذه الدولة وفي طريقة إدارتها لن ينصل لهذا المستوى ولكن الفكرة أن هناك مئة عام ضوئية بيننا وبين الغرب في فكرة ترسيق قواعد الدولة وليست فكرة التداول الحزبي ولا فكرة الديني هذا ما نريد أن يتحقق في المنطقة العربية هل مشكلة في الوطن العربي هي مشكلة ثقافية في الأساس؟ هي مشكلة ثقافية نتيجة الاستعمار فكرة أن الاستعمار هو من وضع أنظمة الحكم في المنطقة العربية أو طريقة لا أقصد بأنظمة الحكم أنه وضع الرئيس أنا أقصد أنه حين كان يخرج الاستعمار على سبيل المثال من منطقة الشام من مصر كان يضع الخطة حتى دستير نجد أن الدستور اللبناني على سبيل المثال هو مأخوز من الدستور الفرنسي نجد أن الدستور السوري فيه شيء من الدستور الفرنسي وثم أعاده وصيغاته في عهد حافظ الأسد ووضعه دستور سوري فكرة أنه الاستعمار حين يخرج يضع إليك عواميد البيت وتستمر أنت تعمل على هذا المنوال لتحقق في النهاية مصالحه وتعتقد أنك من تبني وأنك من تختار وأنك من تشكل في حين أن العميدة الأساسية والأركال فكرة البناء أنت ليس لديك سوريا على سبيل المثال بما أننا بنتكلم عن سوريا سوريا حين قامت الحرب كان الدين الخارجي بتاعها سفر كانت تنتج أكثر من 85% من إنتاجها كامل ومحقق الاكتفاء الزاتي في عدد كبير جدا من السلع الرئيسية والاستراتيجية ولكن فكرة أن الوطن العربي مباح ومتاح ومنتهك من القوى الغربية فجأة قررت ساركوزي تحديدا إسقاط النظام في دمشق إسقاط النظام في ليبيا فكرة أنك كقوة عربية منقسمة نتيجة مصالح مختلفة نتيجة اختلاف وجهات النظر بين الأنظمة الحاكمة في تلك الدول ولكن هذا الانقصاب نتج عنه ضعف نتج عنه أنك أصبحت مباح للدول الغربية حين تقرر إسقاط هذا النظام تسقطه فكرة أننا لابد أن توحيد أو إعادة توحيد البيت العربي الواحد لنكون قوة قوية وأنه نحي الخلافات الجانبين لنكون قوة لأننا في مرحلة نعاني من أزمة في التتريك اللي هي محاولات تركيا أن تأخذ أجزاء من المنطقة العربية وتضمها لها محاولات التفريس أن إيران تحاول أن تسيطر على أجزاء أو على واصم عربية مع القوى الغربية مع أمريكا فأنت في النهاية أنت دائما رد فعل حتى لا تستطيع أن تقيم رد فعل قوي أنت دائما حق لتجارب وليس للغرب فقط الآن أصبحت حتى الإيران والتركيا تركيا في عام 2023 تقاتل الآن التمركز في الشمال السوري الجميع يعتقد أنها أطمع ولكن الفكرة أن اتفاقية لوزان في عام 2023 ستنتهي ويعني ذلك أن جزء كبير من العراق ومن سوريا هو خاضع لتركيا وفقا للاتفاقية لوزان فكرة أنت حتى مقسم فكرة أن بالقانون الدولي والاتفاقية الدولية وحين نقرأ الاتفاقية الدولية نعلم أن سواء كانت إيران سواء كانت تركيا هم لا يتعاملون مع هذه المنطقة ببلاها أو بمحاولات تجربة هم لديهم قطة كبيرة ربما تتوافق مع الدولة فنتمنى إن شاء الله أن يكون في قوة عربية موحدة تستطيع أن تواجه هذه الأزمات المتتالية بتأكيد هناك رغبة عربية في مواجهة هذا الاحتلال الجديد أو الغزو الجديد لكن لا زالت هناك تدخلات واضحة من القوى الدولية تسهم في عرقنة هذا الطموح العربي نأخذ فاصل قصير ومن ثم نعود للنقاش تسهم في عرقنة هذا الطموح العربي تسهم في ع случае شخصة طوحina كان هذا الطموح العربية قلة height ولكنه قلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سيد هند المجتمع الدولي يدعم بقاء الميليشيا الحوثية بممارساته لكن هو ضد الجماعات الإرهابية هو ضد الجماعات المسلحة وضد الإنقلاب على الدولة المركزية أشياء من هذا القبيل هناك معادلة مختلفة هنا هناك تناقض في القول والفعل رؤيتك لما يجري فعله هل الحوثيين يحصلون على دعم أم الأقدار وضعتهم في هذا المكان فكرة هم يحصلون على دعم هو بالتأكيد يحصلون على دعم وإلا لم يستطيعوا الاستمرار في الحرب بعد خمس سنوات يعني بالتأكيد يحصلون على دعم ودعم كبير فكرة أن إيران تقدم الدعم إيران لن تستطيع أن تقدم الدعم بعيدا على الأعين من القوى الغربية هذا الأمر مستبعد تماما يعني نعلم أن التكنولوجيا والأقمار الصناعية وأجهزة التجسس تستطيع أن ترسس كل شخص في منزله ولا تستطيع يعني فكرة أنهم لا يعلمون كيف يدخل السلاح إلى اليمن من إيران هذا الأمر مستبعد ولكن فكرة تعاطي اليمني مع هذا الملف يختلف كثيرا أو نظرة اليمني مع هذا الملف تختلف كثيرا عن نظرة المجتمع الدولي اليمني ربما يجد أن جماعة الحوثيين على سبيل المثال هي جماعة تحاول سرقة السلطة أو تحاول أنها تحتكر السلطة لصالح نظام الولاية ولكن حين ينظر المجتمع الدولي وهذا طبيعي بالمناسبة هو يرى أن الحوثيين هم طرف مهم ورئيسي في الصراع وبالتالي لابد أن يتعامل معه وفقا لأليات دولية فهو لا يمكن أن يتعامل معه بطريقة وكأنه يعمل لديه ويستطيع أن يقول له اوقف الحرب ولا توقف الحرب هو يستطيع ولكن لا يريد فكرة أن المجتمع الدولي يستطيع أن ينهي حرب هو يستطيع أن ينهي حرب في أي مكان وفي أي وقت فقط إغلاق منافذ الدعم التي تتقدم لأي جماعة سواء كانت في اليمن أو غير اليمن هذا كفيل بإسقاط الجماعة من الداخل ولكن هو لا يريد هذه الحرب أن تنتهي حاليا وفكرة أصلا إدخال اليمن في هذا الحرب يعني اليمن لم تدخل بالمطلق في هذا الحرب أو نتيجة طبيعية للأحداث ولكن هي كانت مرسومة ضمن المخطط وضمن الصراع الإقليمي الموجود على رأس إيران ودول الخليج فهما كانوا يريدوا توسيع بقر الصراع لتدعيم صفقات السلاح تاريخيا هناك علاقة بين إيران وبريطانيا في المنطقة أعتقد تاريخيا هناك علاقة ما بين إيران وأمريكا لا أقصد أنهم يقومون بتمثيل فيلم على الوطن العربي أنهم أعداء ولكن دائما حين تدخل أمريكا في أي مكان تجد إيران لا تجد إيران بعدها يعني في العراق على سبيل المثال الأمريكان في العراق منذ إسقاط نظام صدام حسين وإيران في هذه المنطقة وتجد أنهم يتواجدون في نقاط تمركز قريبة جدا الحجد الشعبي على سبيل المثال متواجد بجانب القوات الأمريكية ولكن كل منهم يعرف حدوده فهي فكرة أنهم أعداء ربما أعداء في بعض المصالح ولكن فكرة أنهم يتحاربان داخل الدول لا أعتقد لكن في الأخير ستقع حرب فيما بينهم وفقاً المخطط الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط وفقاً للتسريبات التي تمت وأنا أجريت حوار مع المفكر الفرنسي تيري ميسان صاحب رئيس مركز فولاتير الفرنسي صاحب كتاب الخدع القبرى الذي قال فيها أن أمريكا هي من قصفت برج التجارة العالمي من تحت مش بقصف الطائرات هو مفكر عظيم قال لي في عام 2012 أن أمريكا ستنتهي من هذه الحروب وتترك المنطقة مشتعلة وستذهب إلى أسيا وتعود القوى الاستعمارية من جديد لملء هذا الفرغ وحين تحدثنا عن موقف إيران من أمريكا أو أمريكا وإيران قال أن آخر حرب لأمريكا في هذه المنطقة ستكون إيران وقتها في عام 2011 كانت هناك محاولات غربية أو محاولات أمريكية لأن تكون إيران ضمن الخطة ولكن رفض الاتحاد الأوروبي أمريكا لابد أن تحصل على دعم الدول العربية التي ستموه للحرب وأيضا الاتحاد الأوروبي لأنها لن تحارب منفردة أمام العالم الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة رفض أن يشارك أمريكا في الحرب على إيران ولكن أعتقد أن أمريكا تنويها لإيران حتى تصريحات المسؤولين الإيرانيين في هذه المرحلة وكأنهم متأكدون أو واثقون أن أمريكا تفكر حاليا في إشعال بؤرة صراع جديدة وجدنا حتى المظاهرات التي حدثت في إيران مؤخرا ومنطقة الأحواز ومحاولات إشعال هذه المنطقة ولكن الرادع الوحيد أعتقد من وجهة نظري لأمريكا في الحرب ولذلك هي تؤجل هذه الخطوة أن إيران لديها قوة صاروخية يمكن أن تؤثر على أمن الاحتلال الإسرائيلي أو تل أبي الدور الإيراني في المنطقة هو حديث الساعة في المنطقة العربية إجمال لماذا تبذل إيران كل هذا الجهد لتدمير جيرانها؟ لماذا لا تبذل ربع هذا الجهد من أجل تحسين علاقتها بالجيران؟ أعتقد أنا من وجهة نظري أنه الأفضل من محاربة إيران احتواءها كمان نحن كان عندنا فرصة جيدة جدا منذ أن صعد الرئيس روحاني للحكم في إيران وهو ليس من الإصلاحيين ولكن من الفئة المتوازنة وهذا الرجل كان يأتي برؤية متزنة جدا وكان لديه تطلعات في الانفتاح على العرب وعلى الغرب ونحن فشلنا بأمانة لكن إيران تديرها مؤسسات مؤسسات ولكن نحن أعطينا الفرصة نعم هناك الحرس السوري هناك المؤسسات التي هي مجلس تشخيص النظام وغير من المؤسسات الدينية التي تتبع خامنة نفسه ولا تتبع الرئيس وعملوا جميعا ضد الرئيس الروحاني وبالتالي أذكر لك مثال بسيط جدا يؤكد لك أن الرجل ده يعمل في طريق إعادة العلاقات ولكن الحرس السوري يحاول تمس هذه العلاقات حتى المظاهرات التي خرجت في إيران هي كانت بدعم من الحرس السوري لإسقاط حكومة روحاني نجد أن في الوقت الذي ذهب فيه روحاني للدول الغربية ووعداته فرنسا وألمانيا وبريطانيا بأن يقفوا بجانبي في أزمة النووي أو في محاولة أعادة أمريكا للاتفاق النووي نجد أن هناك محاولات عديدة بشكل غير طبيعي لدبلوماسيين إيرانيين متواجدين في الاتحاد الأوروبي في محاولات تفخيخ مؤتمرات مجاهدي خلق ومحاولة اختلاف سياسية هذا يعكس ويؤكد أن هناك انقسام داخل الدولة الإيرانية في طريقة الحكم الحرس السوري يريد دايما أن يحطم لروحاني خطواته نحن كعرب لأن الظرف السياسي في المنطقة العربية غير مستقر والأمني كان لابد أن نعمل في هذه المرحلة على توطيد العلاقة مع روحاني ليكون قوة إذا نجح روحاني في هذه المرحلة بأن يرفع العقوبات عن إيران وأن يعيد قوة الشارع عندما تقول نحن ويفترض أن نعزز العلاقة من تقصدين؟ هل تقصدين كيان معينة دولة معينة؟ إذا نجحت على سبيل المثال مصر والإمارات الدولتان يستطيعون أن يقربوا وجهة النظر وسلطانة عمان تحديدا يستطيعون أن يوحدوا وجهة النظر أو يقربوا فجوة وجهة النظر ما بين إيران والسعودية إذا نجحت أي من الدول العربية الوسطية في إحداث حوار سياسي وثقافي وفكري ما بين إيران والسعودية لن يكون هناك موضع قدم للدول الغربية في الشرق الأوسط هذا الصراع ربما خسرت فيه إيران المليارات وخسرت فيه العرب المليارات خسرنا فيه مئات الألاف من الشهداء وخسرت فيه الإيرانيين فكرة أن دائما نتحارب على اللا منطق أنا أعتقد أن الحرب العربية الإيرانية تحديدا هي حرب على اللا منطق وروحاني لن يتكرر في تاريخ إيران ما قدمه هذا الرجل من اعتدالية لم تكن معتادة على إيران لن نستطيع الفترة الأخيرة نتيجة العقوبات الاقتصادية ونتيجة فشل روحاني في إتمام الاتفاق النووي ونتيجة فشل في الالتزام بالوعودة التي أعطاه للشعب الإيراني أن مرحلة ستكون مرحلة اقتصادية جيدة وممتازة وسيعود ما حدث من العقوبات لكن حصل تضخم في عهده حصل تضخم نتيجة أن الحرثة الثوري وجد أن نجاح روحاني سيمثل خطر على المؤسسات التقليدية للمحافظين داخل إيران وبالتالي عمل لإسقاط هذا الرجل سياسيا واقتصاديا داخل بلاده حتى يعطي الفرصة مرة أخرى للإصلاحيين للعودة على إيران هذه المرحلة لو كنا استغلناها أحنا كمنطقة عربية وأنا أقص هنا بالذكر مصر والإمارات لأنهما لديهم انفتاح كثير في التعامل ولديهم رؤية مرنة في التعامل مع معظم القضايا السياسية لو نجح أي من الدولتين سواء كان أبوظبي أو القاهرة في توحيد أو إعطاء حتى فكرة الحوار نجلس على مائدة حوار ما بين السعودية والإيران دخول إيران في علاقات مع قطر التي تشبب مشاكل الكثير من الدول العربية بما فيها مصر والدول الخليج الكيان القطري ده يعني رهيب أنا بعتبره كيان قطري ألا يعقد ألا تعقد هذه العلاقة الإيرانية القطرية ألا تعقد من الحل ومن حالة هذه المشكلة دائما كنت أقول يعني لي حديث أنا مقتنع فيه جدا إن هي مش قوة إيران قدر ما هو ضع في العرب هي مش قوة إسرائيل قدر ما يضع في العرب فكرة أن العرب دائما يتم تفخيم أو تضخيم كيانات ليست بالقوة التي نتصورها نحن في إعلام الغرب على الأرض فهو الغرب يلعب على هذه فكرة أن قطر دائما كنا نحدثنا في بداية الحلقة عن أن إيران جيدة جدا في ملء الفراغ جيدة جدا في اغتنام الفرص وهي دولة براجماتية تعمل على المصالح ففكرة أن إيران تعاني من حظر اقتصادي تعاني من عدم قدراتها على تصدير منتجتها فكرة حين حصلت الأزمة بين الدول الأربع ومبين قطر نتيجة دعمها للإرهاب استغلت إيران هذه الفرصة رغم أنهم الاثنين سواء كانت إيران أو قطر هم تحاربوا على الأرض داخل سوريا كانوا يقاتلون بعض القوات الإيرانية كانت تقاتل القوات المدعومة قطريا في سوريا ولديهم حروب متفرعة ويعملان ضد بعض في قطع غزة ويحاولان أغزي الملف قطر تحاول تقديم دعم لحماس والجهاد لأغزي الملف من إيران وإيران تعود وتقدم دعم لأغزي الملف من قطر ولكن في أزمة معينة تقارب لتوافق مصالحهم الآن قطر غير مرهوب فيها من القوى العربية نتيجة تصرفتها في الملفات العربية وأن هي تعمل لصالح بعض الدول وإيران تعاني من الأزمة مع الدول العربية نفس الأزمة لا أقول من السبب ولكن هم الاختلافات أو الأزمات تشبهت في بعض القضايا وبالتالي وجدنا توافق ما بين قطر تركيا وإيران هذا المسلس ولذلك بقول ما هي الدولة التي يمكن أن تلعب دولة الوسيط لحل مشاكل الوطن العربي مع هذه الدول أعتقد دولتين هم المؤهلين لهذه نظرا للمرونة السياسية التي يتمتع بها الدولتين ونظرا أيضا لرؤية الدولتين الأمنية والسياسية مصر كقوة إقليمية ولديها علاقات قوية بالخليج وهي دولة شقيقة ويثق فيها الخليج في أن تقدير هذا الملف وأيضا ليس لديها عدوات مطلقة مع إيران ربما اختلفت في وجهة النظر على أمن الخليج ولكن ليس العداء الذي لا يسمح بالجلوس على مئدة التفاوض أعتقد أيضا أن الإمارات لديها القدرة أنها تتلعب هذا الدور خاصة أن الإمارات هناك قرب ما بينها جغرافيا وبينها كوسيط دولي ليست وسيط دولية أنا لأتحدث أننا نجلس تحت مظالة دولية نجلس فقط في منطقة الشرق الأوسط ربما تحت أي مبادرة تطلقها القاهرة تطلقها الإمارات أنا أعتقد أننا نذهب مكبلين بحساباتنا السابقة فكرة أنت تفكر في الحسابات قطر مشاكلها ربما تؤثر على الوساطة المصرية لا أعتقد أن قطر قطر بالنسبة لأننا السعودية تذهب إذا هذا الأمر خرج من إيران مرانا نتكرر أننا نريد الجلوس مع السعودية ونجحوا من فترة في التنسيق للحج أو لموسم الحج وهناك وفود ذهبت إلى تهران وأخرى ذهبت إلى الرياض وكان هناك إنسجام إلى بعض الشيء في بعض البلافات الكويت حاولت أن تلعب دولة الكويت ليست بالقوة الكويت دولة لها احترمها ولها مكانتها ولكن أنا أعتقد أن الأقدر في هذه المرحلة هي القاهرة على إدارة هذا الحوار نظرا لثقة الطرفين في القاهرة وثقة المصر أيضا في الوطن العربي والإمارات نظرا لأنها قريبة جغرافية من إيران ولديها أيضا إلى حد ما علاقات اقتصادية نظرا للقرب الغرافي بين الدولتين والإمارات الآن تطبق النظام السياسي المفتح أكثر فتحت على العالم حتى أصبحت نموذج جيد جدا من الإدارات المتزنة القوية والمتطورة فأعتقد أن هذا الكرت الأخير في المنطقة العربية لتجنب الصراعات القائمة والتفاوض مع أطراف الصراع مباشرة وليس وكلاء هذا الصراع الصحفية المتخصة في الشؤون العربية وصحفية بيل الأهرام هلدة الضاوي أشكرك جزيلا شكر على تشريفك في هذا اللقاء وكل الإضاحات الضافية التي قدمتها في حلقة اليوم شكرا لحدتك ولكل المشاهدين شكرا جزيلا لك وشكر موصول لكم أيضا مشاهدين الكرام على حسن الإسقاء والمتابعة ألقاكم في حلقتين قادمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة